وفي الحديدة يوصل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في محور اتهام عمليات الرش الضبابي في مديرية الخوخة لليوم رابع تواليا بدعم من خلية الأعمال الإنسانية تأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة ستة أيام لمكافحة البعوض الناقل لأمراض الملاريا والحميات الفيروسية بعد أن شهدت الخوخة ارتفاع حالة الإصابات لهذه الأمراض وتجوب فرق الرش الضبابي الساخن والرش البارد في أكثر من 10.800 منزل بالخوخة و2400 منزل في الحيمة بهدف إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النزحين بالإضافة إلى أنشطة توعية وإزالة مصادر وبؤر توالد وتكاثر البعوض الناقل للأمراض والعمل على التخلص منها وخصوصا ونحن في ضروة الموسم إذ سجلنا من بداية العام 2024 666 حالة في مديرية القوخة منها 5605 حالة إيجابية وسجلت مديرية حيس 5453 حالة منها 2054 حالة إيجابية النسب كبيرة جدا والتوجيه بتنفيذ هذه الحملة لرفع المعاناة والتخفيف عن المواطنين لمنع تفاقم وإنشار الأمراض الفيروسية وأمراض الملارية المنقلة عبر البعوض ترجمة نانسي قنقر